السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام تمنى تكونوا بخير ولا خير وأحوال طيبة قبل البداية نتمنى أنكم تعاونوا للقناة بالاشتراك والتفاعل للفيديو وشكرا لكم وفي جديد أخبار المحترفين المغاربة فقد أعلن نادي السد القطاري التعاقد يلو مع اللاعب المغربي رومان غانم سيس قادما إليه من بيشكتاش تركي وذلك في إطار فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذكر السد أن قائد المنتخب الوطني المغربي وقع عقد يمتد لموسمين ليخوض بذلك تجربته الأولى في مسيرة الكروية خارج القهارة الأوروبية وجرت قديم سيس كلعب جديد للفريق القطاري حيث ظهر وهو يرتدي قمس النادي ويسير داخل ملعب جاسم بن حامد يشعر إلى أن سيس قاد موسيما واحدا في صفوف بيشكتاش تركي الذي التحق به في صفقة انتقال حر صيف السنة الماضية عقب انتهاء عقده مع أويل فرهامتون وهذا وقد صرح الدول المغربي غانم سيس أن اللاعب السابق المهدي بن عطية ليس لديه أي تأثير على قرار انتقاله للسد القطاري مؤكدا أنه يريد أن يعطي لمسة وتجربة جديدة لمسيرته الكروية وقال سيس في مقابلة لموقع فوت ميركاتو إنه اختيار مدروس لقد وزنت الإيجابية السلبيات اليوم أردت أن أعطي لمسة جديدة لمسيرتي من خلال اتخاذ القرار مع عائلتي هذا هو أفضل حل ممكن أنا أعرف بالفعل ما سيقول الناس لا يزال لدي طموحات لللاعب كأس إفريقيا للأمام وكأس العالم عالم سأكونه في السادسة والثلاثين من عمري وقال أنا أعرف ما يجب علي فعله ولا أنتظر حتى من يتم إخباري بما يجب علي فعله لأضل قادر على المنافسة لن نكذب على بعضنا البعض قطر ليس الدول الممتاز لكنني أبلغ من العمر 33 عام وأعرف نفسي جيدا بما يكفي وما يجب أن أفعله من أجل مصلحتي وهذه هي أولويتي ويواصل حديث ديالو قائلا تلقيت ربعات العروض وخمسة العروض تابتة من الأندية الأوروبية التي تلعب في دور أبطال أوروبا أو في الدور الأوروبي أبرزها من أولمبيك مارسيليا النادي الأول الذي نقشت معه قبل بدء الفترة الانتقالات ولكن هذا هي قرار تحسن ويجب احترامها عندما تتخذ قرارا كهذا فإنك تفكر في كل شيء خاصة عندما تكون أبا أو لديك زوجة أو أطفال أعتقد أنني اتخذت أفضل قرار ممكن لبيئتي ولا أشعر بأي نادم وقال ابن عطية لم يكن له تأثير دوره هو أن يقدم لي الأفضل وفي النهاية أنا من يقرر مع عائلتي لم أنتظر ليقوم بالاختيارة في حياتي لقد قام بعمله ببساطة علاوة على ذلك قام بعمله بشكل جيد للغاية لأنني أعتقد أنني لم أحصل على كثير من العروض لهذا الوقت من فترة الانتقالات ونبقى في جريد قضية أحمد الشعبي مع حسين الشحات فقد قررت رابط الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع إدارة المسابقة برئاسة عامل حسين إيقاف حسين الشحات لعب الندي الأهلي لمباراتين فقط وقادت رابط الأندية المصرية كذلك بتغريم الشحات 20 ألف جنيه للسلوك غير رياضي في المباراة التي جمعت بين الأهلي وبيراميد طبقا لقائمة العقوبات هذا وقام حسين الشحات بصفح اللاعب المغربي محمد الشيبي الذي كان يحتفل مع زملائه بالانتصار الكبير الذي حققه مساء أمس الأحد على الأهلي بنتيجة 3-0 وكان الأهلي قد أصدر يوم أمس بيان مقتطب أكد من خلال توقيع عقوبة مالية كبيرة ضد حسين الشحات بعد المشادة التي حدثت بينه وبين الشيبي هذا وقال رئيس لجنة الانضباط داخل اتحاد المصر لكوات القدم عزة خميس إن هيئته لن توقع عقوبات إضافية على لعب الأهلي حسين الشحات بعد صفعه لظهير بيراميد محمد الشيبي وذلك بسبب إقرار رابطة الانضباط سلفا لعقوبة في حق جناح الفريق الأحمر وأوضحها خميس في صريحة ديالو أدل بها لموقع في الجول بالقول قرار إدارة المسابقة برابطة الانضباط بمعاقبة شحات أبطل نظر لجنة الانضباط في القضية وذلك لأنه لا يجوز معاقبة مدان في واقعة مرتين على فعل واحد وأضاف المتحدث نفسه قائلا الأمر الثاني هو تقدم نادي بيراميد بشكوها رسمي ضد اللعب وقتها سننظر لجنة الانضباط في الشكوى وتقارنها بالحيتيات الصادرة من لجنة المسابقات برابطة الانضية إذا كانت العقوبة عن نفس الفعل فلن يكون هناك تدخل من لجنة الانضباط يستطرده المسؤول داخل الاتحاد المصري الكوات القدم وكانت رابطة الانضية قد أقرت عقوبة بالإيقاف لمقابلتين في حق الشحات إضافة إلى تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه مصري حوالي 6000 درهم مغربية أكد محمد شيبي لعب بيراميد أن حسين الشحات لعب الأهل المصري قد هدده بكسر قدمه قبل وقعة الصفع مع تفوهه بعبارة تسوب الدين وولده وأشار الشيبي في حديث مع أحد الصحف المغربية إلى العودة دياله من الضيار السعودية التي توجه إليها صباح اليوم لأداء من السكر العمرة بعد علمه بعقوبة الرابط المصري ومن أجل سلك إجراءات قانونية أخرى لدى الشحات وشهد المباراة لانتهت بكسر بيراميزم 3000 اعتداء الشحات على الشيبي بعد أن جذبه من قامسه قبل أن يقوم بصفعه في لقطة خالية من الروح الرياضية وقال الشيبي في تصريح خاص لأحد الصحف المغربية قبل الصفع تعرضت إلى تهديد بالكسر من اللاعب الحسين شحات مع السبت الدين والأم والأب وأضاف بعد توصوله بالقرار الخاص بالعقوبة من الرابط المصري المحترفة قررت العودة من الضيار السعودية بعد سفاري صباح اليوم لأداء من السكر العمرة وقال قررت العودة إلى مصر وسلك مسلق قضاء آخر لدى السفارة المغربية في مصر تلقى اتصالات بمسؤولي بيراميز يطاري بناني بالعودة إلى مصر من أجل بعض الإجراءات القانونية وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد قررت إيقاف حسين شحات لعب الناد الأهلي لمباراتين فقط وتغريمه 20 ألف جنيه على خلفية سلوكه غير رياضي بعد اعتدائه على محمد الشيبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر